توربينات الرياح العمودية هي نوع من توربينات الرياح التي يكون فيها محور الدوران عموديا على الأرض على عكس توربينات الرياح الأفقية المحور التي يكون محور دورانها موازيا للأرض تتميز توربينات الرياح العمودية بعدة خصائص تجعلها مناسبة لتطبيقات معينة رغم أنها أقل شيوعا من التوربينات الأفقية أهلا ومرحبا بالمشاهد الكريم في هذا الفيديو سأتحدث بنبذة مختصرة عن توربينات الرياح العمودية اتكرموا بالاعجاب ومشاركة الفيديو وايضا لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد تصميم توربينات الرياح العمودية 1- الشفرات تكون الشفرات مرتبة بشكل عمودي حول المحور المركزي يمكن ان تأخذ اشكال مختلفة مثل الشفرات الملحنية او الشفرات المستقيمة 2- المحور العمودي المحور الرئيسي للدوران يكون عموديا على الارض مما يسمح للشفرات بالدوران حوله بغض النظر عن اتجاه الرياح 3- الهيكل الداعم عادة ما تكون التوربينات العمودية اكثر احكاما واقل ارتفاعا من التوربينات الاخقية مما يقلل من الحاجة الى ابراج عالية مزايا توربينات الرياح العمودية 1- عدم الحاجة لتوجيه الرياح يمكنها العمل بغض النظر عن اتجاه الرياح مما يلغي الحاجة الى انظمة توجيه معقدة 2- سهولة الصيانة المكونات الرئيسية مثل المولدات وصناديق التروس تكون قريبة من الارض مما يسهل الوصول اليها للصيانة 3- انخفاض مستوى الضوضاء عادة ما تكون اقل ضوضاء من التوربينات الافقية مما يجعلها مناسبة للمناطق السكنية 4- القدرة على العمل في ظروف رياح متغيرة يمكنها التعامل مع الرياح المتغيرة الاتجاه والسرعة بشكل افضل من التوربينات الافقية عيوب توربينات الرياح العمودية 1- كفاءة اقل بشكل عام تكون كفاءة تحويل الطاقة الليحية الى طاقة كهربائية اقل مقارنة بالتوربينات الافقية 2- قدرة اقل على تحمل الرياح العاتية قد تكون اكثر عرضة للتلف في ظروف الرياح العاتية بسبب تصميمها 3- تكاليف اعلى في بعض الحالات على الرغم من ان تكاليف الصيانة قد تكون اقل الا ان التكاليف الاولية لتصنيع وتركيب التوربينات العمودية يمكن ان تكون اعلى التطبيقات 1- المناطق الحضرية بسبب انخفاض مستوى الضوضاء وصغر الحجن يمكن استخدامها في المناطق السكنية او التجارية 2- المناطق النائية يمكن استخدامها في المناطق النائية حيث تكون ظروف الرياح متغيرة وغير منتظمة 3- توليد الطاقة الصغيرة مناسبة لتطبيقات توليد الطاقة الصغيرة والمتوسطة مثل تشغيل المنازل او المنشآت الصغيرة الخلاصة توربينات الرياح العمودية المحور توفر بديلا مثيرا للاهتمام لتوربينات الرياح التقليدية الافقية المحور خاصة في التطبيقات التي تتطلب مرونة في التعامل مع اتجاه الرياح وسهولة في الصيام ومع ذلك فانها تواجه تحديات في الكفاءة والقدرة على تحمل ظروف القاسية مما يجعلها أقل انتشارا في مشاريع الطاقة الكبيرة مع تطور التكنولوجيا قد تصبح هذه التوربينات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في المستقبل